هتكلم معاكم النهاردة عن ميزة مهمة جدا ومجانية وحيقدر يستخدمها جميع منشئين المحتوى وهنا حنقول ان حضرتك قادر انك تخلق محتوى من الميزة دي ومحتوى مقبول في برنامج شركاء اليوتيوب وحنبدأ نوضحه الفترة اللي جاية اتكلمنا الفترة اللي فاتت عن الزكاء الاصطناعي ومدى اهميته وانت كمنشئ محتوى قعدت تسألني اكتر من سؤال هو احنا حنستخدم الزكاء الاصطناعي ده ازاي متوحد يا فكرة وازاي نقدر نستغله علشان نبدأ نطور من محتوانا النهاردة انا جايب لك كاب كات كاب كات برنامج عالمي ظهرت في ميزة جديدة اسمها تحويل النص الى صورة وركز بقى معايا لان الموضوع ده فيه شروحات كتير جدا محتاجين ان احنا نفهمها وتعالى معايا وبص لو ما ظهرتش عندك تأكد ان حضرتك دخلت برنامج كاب كات هنا وكتبت كاب كات ولقيت نفسك هنا محدث اخر تحديث لو اخر تحديث وما ظهرتش هتبدأ تظهر مع حضرتك مع الوقت مش عايز حضرتك تقلق وروح بص على اي تليفون من اخواتك ممكن تكون ظهرت عنده وما ظهرتش عندك نيجي بقى مع بعض ونضغط هنا على تحويل النص الى صورة حيبدأ يطلب من حضرتك الحصول على اذن السماح لكاب كات بتحميل وسائتك واواملك الى خدمتنا ويرجع اقتراح المحتوى تلقائيا بناء على ما تقدمه ولا يقدم كاب كات اي تعهدات او ضمانات بشأن قانونية او اي محتوى ملأمته للمستخدمين انت وحدك تتحمل مسؤولية المحتوى الذي تنشئه باستخدام كاب كات بما في ذلك على سبيل المثل المثل يعني مثال وليس الحصر استخدام ميزة تحويل النص الى صورة وهو امر لا يؤيده كاب كات ولا يراعيه ولا يوافق عليه ولا يفعل اي انهات ده كله ده كله بس علشان يخلي مسؤوليته قل له نعم ده كله علشان يخلي مسؤوليته لان الزكاء الاصطناعي في ناس كتير جدا لخايفة منه هيبدأ يقول له حضرتك هنا انت عايز ايه ايه اللي انت عايزه مثلا هقول له كده بالراحة اعمل لي صورة سبعنا عشان الكتابة عايز صورة مصغرة لفيديو بيتكلم عن توقعات وعايز ساحر وتوقعات طروت وعايز بيت وعايز الصورة تلمت 3 اشخاص دول مع بعض عملت انشاء ماشي بعد كده هو بيقول لك ايه جار الانشاء ركز بقى معي لان في حاجة عرضي فوق دي سبك منها هتكلم عليها العرض ده ليه حاجة الواحدة وحنتكلم عليه احنا في الانشاء دلوقتي هو بدأ ينشاء لك الصورة المصغرة ويجيب لك الحاجات بص بقى معي علشان تستفاد منه افضل استفادة انت عند حضرتك هنا حاجتين الحاجة الاولى هتضغط هنا على دي وتبدأ تقول الجودة عايز الجودة كام؟ انا بقول له حضرتك ممكن تعملها 40% عايزه عادي ولا اناميشن بص بص في نسخة فيرجن واحد نص في فيرجن واحد ده الابديت بتاحها انا عايزه واحد وسبعة من عشر واحد تاتة من عشر وهنا عايزه انيميشن عايزه عادي لا انا مش عايزه انيميشن عايزه عام طب عايز الحجم بتاعه ايه واحد ولا تسعة دي الصورة المصغرة فعايزه تسعة وحبدأ ابحث واقول له انشاء هيبدأ يغير النمط ده لنمط تاني خالص دلوقتي خد بالك الواحد وثلاثة والواحد وخمسة دي تحديثات بتحصل بشكل مستمر احنا لسه ما تكلمناك ده احنا حسنا حنتكلم ماشي بدأ يديك اكتر من صورة انت ممكن تاخد ده وديبدأ تعمله هنا حفظ حفظ او ترقيه او تعمل حاجة زي ايه التنمم كده انك تعدل عليه بس 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 بيبدأ يجيب لك ايه تعديل على الصورة دي بشكل افضل او يطورها لك افضل او يجيب لك شكل مقارب لها بس بس التنميق ده بيحاول انه هو ايه يحسنه لك شوية او تحسين كمان فيه تحسين كمان انك عايز تحسن فديبدأ تضيف كلام اكتر وافضل طيب افر انت حضرتك عايز تضيف الصورة بس بس لانشاء صورة مستند إلى الصورة المصغرة سمح مثلا وجينا خدنا مثلا الصورة من صورنا كمتوحد فكرة عادين قاية صورة مننا ماشي صورة شخصية حات الصورة دي وحات الشخص ده اهو وجبنا اضافة اوكي وجبنا الصورة دي وجبنا الوجه البشري وحددنا الوجه وعملنا اضافة بص بقى من الوجه البشري ده هنبدأ نقول له مثلا هنا ايه ماشي ثواني ثواني الربح من اليوتيوب كتابة كتابة فين الكتابة الربح من اليوتيوب بص انا خدت وشي خدت وشي عشان اعملوا صورة مصغرة او اعملوا اي حاجة كصورة معي بص الوجه بتاعي حيطلع في الصور بص بص هيطلع في الصور الادخلات دي انت بتستخدمها براحتك الادخلات دي انت بنفسك اليوزنج تستخدمها انت اليوزر اللي فيها انت اللي بتستخدم الحاجات دي بنفسك وبعد لما بتستخدمها بتبدأ تاخدها وتحتاجها تعملها بقى صورة متكلمة تعملها خلفية تزبطها بقى اي حاجة من الحاجات دي هيبدأ يظهر ما ظهرش معايدة قبل اليوتيوب يبقى انا محتاج ان انا اعدل اكتر من كده اعمل تعديل اهو اعمل تعديل واقولوا لا مع مع وجهي او شخصية او شخصية واعمل انشاء طبعا كنت تتوقع لا مش مشكلة واعمل انشاء فهنا انا عرفت عند حاجتين لاما ابدأ اضيف الوجه نفسه الشخص نفسه لاما اخد بقى لحضرتك حضف لك حاجة تانة دلوقتي اللي هي كتوتل كشخص كامل ويبدأ يزيل الخلفية اللي ورايا ويبدأ يطور الخلفية اللي ورايا بشكل مختلف بص بدأ يجيب اقرب شخص اللي هي طبعا دي كلها حاجات وهمية لأ بص بقى دي بص بقى دي اعمل حسف واعمل كده تعالى بقى معايا حات كده وحات الشخصية كاملة اضافة الشخصية كاملة العنص حيبدأ يعمل ايه يعمل تحديد عليا حدد عليا اهو بص حدد عليا ضاف غير لي بقى الخلفية اللي ورايا بدأ يجيب خلفية ربح من اليوتيوب او اي حاجة من الحاجات دي بص بقى اعمل انشاء بص هيبدأ يجيب هالي بشكل مختلف اطلاقا يبقى انا عندي قدامي دلوقتي ادوات ممكن استخدمها زي ما انا عايز بشكل مجاني وبدون اي فلوس حاول مرة اخرى هنجيب صورة تانية لان الصورة دي كانت منتاخدها غلط حات صورة تانية هي ماشي ارجع ورا حات صورة تانية معلش احنا عايزين صورة تانية دي الالبومات دي حد دي حاتلوات ده ماشي اهو اضافة حات عنصر يجيب علي عنصر كده هيجيب علي انا اسود سواني عنصر جاري يجيب العنصر بتاع هياخد معاك وقت حسب بقى التفريغ نفسه ماشي جابها مش كاملة ممكن نصغر شوية ونبدأ نختار احنا اللي احنا عايزينه مسلا ده نشير الرسم ده نشير الرسم ده كله طبعا تكبير شوية اهو مسلا الشخص ده عموما يعني احنا عملنا كده ونعمل ايه اضافة مسلا عموما ونعمل انشاء طبعا خد بالحضرتك اللي انا بعملهم دول اللي انا بعملهم دول اه اه صور مش اصلية مش مش كويسة تاهم لكن لو صور كويسة هيبقى معاهم بدي نزيل فل لان المبالد ده مش باستخدمه مش عليه صور ليا حاول اشوف لك لو فيه صور ليا تعظر الانشاء بس حاول اشوف لك لو فيه صور ليا ماشي طب تعديل هنجد انجيب صورة تانية لازم اجيب صورة ليا كويسة كده واضحة ماشي صور لايقى صور لحسام كان فيه صور لحسام هنا ماشي كان فيه صور لحسام لا دي كله مش مش نافع معنا حاجة ماشي سكرين شوت برضو مش نافع معنا حاجة ماشي ده واللود اهو مش هادي ده واللود اللي جبتها مش نافعت اكيد ان شاء الله لا مش هيا طبعا هنجيب انا هجيب صورة ليا من فيسبوك مثلا فيسبوك ونيجي على الصورة ليا ونيجي على الامر ده ونعمل عرض الصورة ونيجي ناخد الامر ده حفز ونيجي هنا تشيل ده انا معاكا عاكرا غات لما هنجيبها معلش الفيديو طاول شوية بس اه نعمل اضافة اوكي نعمل عنصر المفروض يجيب الصورة للمس الوحدي ايوه اعمل اضافة بص اعمل انشاء بص بقى الحلوة بص بقى الطعامة ان ما عملش هبقى انا حمار ان ما عملش الصورة ده بقى انا حمار بص بص يبقى جودة الصورة اللي انت بتحطها بتفرق بتفرق جدا بص بتفرق جدا بص بص هتفرق هتشوف يا الله ان انت بس ما تخليش حمروص بص 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 بس بص انا هاجيب لك السور دي بص بص انا هاجيب لك السور دي بص انا كده هاتز مع اليوتيوب نفسو بص ولا احلى واحد في العالم تعالى سواء سواء انا مش من هنا ايووسف ده بتاح هنا. يعني عايز حضرتك تبصوا معايا كده. تفتح بقى اللي استوديو بتاعك. تبدأ شوف. الصور دي بقى. الله ما صلى على النبي. ايه ده بقى? ايو ايه ده بقى? عاد على كرسي ولا احسن كرسي. بص 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 بص. ولا احسن كرسي. في بتاعة اليوتيوب. ولا احسن يوتيوبر. اكسم بالليه عالمية. مش عالمية العالميتين كمان. فانت كمان ممكن تستخدمها بطريقة مختلفة. اوكي? ممكن تستخدمها احط مثلا هنا ايه? ارجع ورا خالص. ماشي? واعمل كده من اول. اقول لهم انا عايز مثلا اه لبيت مهجور. اهو. بيت. مهجور. لقصة. الرعب. رعب. مع. كطة. سوداء. اوكي? واعمل انشاء. ماشي? طبعا هوليه سبعمل جاني الرسال. خد بالحضرتك ان الموضوع ده عادي جدا انه ياخد وقته. عادي جدا انه ياخد وقته. وطبعا انت هتعدل لليه? الوقت بسوس. قد تسوداء وبيت مهجور ولون. انت تاخدها بقى كده وتنزلها وتحطها عكب قط وتسودها اكتر من كده. طيب. ايه العرض ده بقى? العرض ده? العرض ده فيه تصمامات كتير جدا موجودة. فيه رسومات توضحية كتير جدا ممكن تاخدها. ممكن تستخدمها براحتك. كنصور مصغرة والحاجات دي. يعني مسلا خدنا دي استخدام المطالبة. بتديك كمان مطالبة. تعمل انشاء. بس بس بس. جاب لك نفس الكلام اللي هو كاتبه. الكلام اللي هو ايه? اللي حاجة اسمها الاوامر اللي هو كاتبها. ومن خلالها هتبدأ تنمي. وخد بالك وعملك ايه? من الانيميشن. انت ممكن تحول الانيميشن ده لرسمة حقيقية. بس بس من الانيميشن دي. تيجي هنا التعديل. وتبدأ تقول لي انا عايزة حعام. وابدأ اعدل واحدة سبعة من عشرة الجديد واحدة ثلاثة من عشرة. واعمل وخمسين في المية. واعمل انشاء. فحضرتك عندك كل. يعني يا جماعة يا جماعة. فكرة ان انا مش عارف اعمل محتوى. او مش عارف اجيب حاجات. انت بتهزر. يعني انت بتهزر. انا ممكن اجيب لك قصص انيميشن من هنا. وولد لها القصص واجيبها. بس بس بس. غير كل حاجة. غير النمط. انت ممكن تستخدم الحاجات دي كلها. انت ممكن تدخل على عرض وتشوف من عندك كل حاجة انت ممكن تستخدمها كمطالبات زي دا. وتبدأ تستخدم المطالبة اللي هو لهلك. وتبدأ تحول ده من انيميشن. لعام. وتبدأ تخلى عامل واحد سبعة من عشرة. تبدأ تخلى واحد سبعة من عشرة. لصورة مصغرة. وتبدأ تعلي جودة التأثير الجودة اللي هي بتاعت الانشاء وتنشئ. انت وانت نايم اجماعة استخدموا الزكاة اصطناع اجماعة حقولوا بس تعرفوا حستخدموه ازاي وفي ايه الناس اللي بتعمل قصص محتاجة اماكن يتكلم فيها شخصيات الناس اللي بتعمل صورة مصغرة الناس اللي بتستخدم حاجات مش عارفة تجيبها منين قدام حضرتك ازاي كنت سمعت قدام حضرتك اكتب اكتب بانجليزي او بعربي اكتب لاتنين متاح معك تمام شكرا لجميع